السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أوجاع الحمل في الشهر الأول وأهم النصائح التي يجب عليك اتباعها تتعدد الأوجاع والأعراض التي قد تعانين منها في الشهر الأول من الحمل ومن أهمها 1. التعب والإرهاق الشديدين تعاني كافة النساء الحوامل من تعب وإرهاق شديد في الفصل الأول من الحمل خصوصا في أول شهر نظر الارتفاع مستوى هيرمون البرويسترون 2. الإمساك يعتبر الإمساك مشكلة شائعة تعاني منها معظم الحوامل في الشهر الأول من الحمل وهذا بسبب التغيرات الهضمية التي تطرق على المعدة في هذه الفترة 3. المعاناة من الغسيان والتقيق يبدأ الغسيان عند المرأة الحامل في الفصل الأول من الحمل وابتداء من الشهر الأول بحيث تعاني المرأة من الغسيان مع أو بدون القيق 4. الشعور بألم في البطن في هذا الشهر يبدأ حجم الراحم بالتوسع والتمدد وأيضا تتمدد الأربطة التي تحيط به مما يؤدي إلى الشعور بآلام وأوجاع في هذه الفترة 5. المعاناة من ألم السادي بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرق على الحامل في هذا الشهر تعاني المرأة الحامل من أوجاع وسقل وحساسية في السادي ثانيا إليكم نصائح للحامل في الشهر الأول ابتعدي كليا عن أي شيء يسبب لك التعب وتجنب حمل الأغراض السقيلة أكسري من شرب الماء وابدأي باتباع نظام غذائي صحي وتجنب الحلويات تجنب قدر المستطاع استنشاك الرواح والمواد الكيميائية احصلي على ساعات كافية من النوم والراحة وابتعدي عن مسببات القلق والتوتر وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب في نهاية الفيديو لنوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو هي نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريك تدعوني بلايك وكومنت وشارك الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ